فيلمنا بيبدأ مع كاتي وهي بتتكلم مع خطبها بيلي واللي بيودعها عشان مسافر لنيويورك علشان يحقق حلمه ويشتغل موضل وبيوعدها انه هيرجع لها تاني بسرعة في خلال 6 شهور ويتجوزوا ويكملوا حياتهم سوا وبيوضعها وبيمشي وبعد ما بيعد 3 شهور بتحس كاتي انها مفتقدة جدا وبتحلم انها لبسة فستان وطرحة عروسة وبنعرف ان كاتي بتشتغل مع جدها في المغزن بتاعه وبتساعده عشان يسدد الديون اللي عليه وبعد ايام بيكون يوم عيد الحب وبتكتب كاتي رسالة لحبيبها بيلي وبتقوله انها مفتقدة وان ده اول عيد حب بيكونوا بعيدة عن بعض من 15 سنة لانهم كانوا دايما بيحتفلوا بيسوا وفي الوقت ده بييجي جدها وبيديها هدية ولما بتفتحها بتتفاجئ انها تسكارة صفر وبيقول لها تسافر لبيلي تقضي معاها عيد الحب فبتفرح جدا وبتشكره وبتجهز نفسها وبتسافر له نيويورك وهي في كامل اناقتها وبتكون عايزة تفاجئه واول ما بتوصل بتلاقيه سايب المفتاح بتاع قطه من برة فبتدخله بتلاقيه نايم وبتروح عشان تصحيه وبتكتشف ان في بنت تانية موجودة معاه فبتصرخ وبتصدم وما بيعرفش بيلي يصلح موقفه فبيضطر يعترف لها بالحقيقة وبيقول لها انه دلوقتي بقى موضل معروف انها مش هتنفعه في الفترة دي ما بقيتش مناسبة ليه فبتقرر كاتي انها تاخد حاجتها وتمشي بهدوء وبيطلب منها بيلي انها تسيب له خاتم الجواز اللي كان جايبه لها فبترمهوله وبتمشي وبتفضل ماشية في الشارع ومش عارفة تروح فين لانه كل خطتها بوزت وبتفتكر هايلي بنت عمها اللي عايشة في نيويورك من زمان فبتقرر انها تتصل بيها وتطلب منها المساعدة وبتديها هايلي عنوانها وبتطلب منها انها تستنيها هناك لحد ما تخلص شغل وترجع لها ولما بتوصل كاتي للمكان بيكون من العشوائيات وبتدخل الشقة وبتلاقيها مش نظيفة وبتضطر انها تستنى لان ما عندهاش مكان تاني تروح له وبتليل لما بتوصل هايلي بنتعمها وبتقعد كاتي معها وبتحكي لها عن اللي حصل لها والني بيلي سبها وتخلى عنها عشان واحدة تانية بتقول لها هايلي انها طول عمرها ما كانتش بتحبه ولا بترتح له وبتعرض عليها انها تفضل موجودة في نيويورك ومترجعش تاني لما تحقق نفسها وتبدأ تشتغل من الصفر وبتقول لها تاخد العجلة بتاعتها وتوسطها الحاجات لشركة معينة وبعد ما بتمشي بتركب كاتي العجلة وبتبدأ تخبط في كل حاجة وبتقع اكتر من مرة لحد ما بتقع في حفرة وبيساعدها واحد من العمال اسمه باني وبيكون عايز يتعرف عليها وبيعزمها على الغدا بس بترفض وبتسيبه وبتكمل في طريقها وبنشوف الشركة واحدة اسمها ديبرا وهي نائب رئيس الشرك وبتكون متعصبة جدا لانا عرفت ان ريتشارد رئيس الشركة استبعدها من صفقة كبيرة وبتحاول انها تدخل مكتبه اثناء الاجتماع وتتنقش معاه لكن سكرتيرتو بتمنعها وبتقول لها انها عندها تعليمات منه بكده فبتتدايق ديبرا وبتروح تتكلم مع فريدي المساعد بتاعها وبتقولوا انهم لازم يشوفوا اي طريقة يبعدوا بها السكرتيرا دي ويجيبوا ما كان حد يكون تابعهم ويقدروا يوجهوه وكمان يعرفوا منه كل المعلومات عن رئيس الشركة وفجأة بتخرج كاتي من الأسنسور وبيكون معها العجلة بتاعتها ومن غير ما تقصد بتيجي العجلة على جزم ديبرا وبتوسخها فبتتعصب ديبرا عليها وبتزعق لها وبتقول لها انها ترفضها وتستغنى عن خدمات التوصيل بتاعتها فبتعرفها كاتي انها مش شغالة عندهم وانها جاية مكان بنت عمها اليوم واحد وقبل ما يتردها فريدي بتفكر ديبرا ان كاتي هي الشخص المناسب لكات بتدور عليه وبتعزمها على الغداء وبيزيد إعجابها بيها لما بتعرف انها مش من نيويورك وانها في الأصل من مدينة بعيدة وبتضحك عليها وبتقول لها انها شايفة ان عندها طموح وبتفكرها بنفسها لما كانت في سنها وبتعرض عليها انها تشتغل سكرتيرية رئيس الشركة وبتطمنها انها تقف جنبها وهتساعدها وعلى طول بتوافق كاتي وبتكون فرحانة جدا وبترجع البيت وبتحكي لهايلي انها لقت وظيفة في شركة كبيرة وتاني يوم بتروح للشركة ولما بتشوفها ديبرا مبيعجبهاش لبساها وبتقول لها انها مش جاية تحضر فرح وان دي مش هدوم تناسب تقدمها الوظيفة بتاخدها وبتشتريها لبس جديد وبتغير في شكلها وشعرها أما فريدفا بيحط لسكرتيرية رئيس الشركة مخدرات في الدرج بتاع مكتبها وبيبلغ الأمنة عنها انها مدمنة وبيجوا في وقتها يقبضوا عليها وبتترفض من الشركة وبكده يكون نافزوا نصف خطتهم وبعدها بتوصل كاتي للشركة وبيكون شكلها حلو وانيق وبتلفت نظر كل الموظفين وبتاخدها ديبرا لمكتبها وبتعمل لها سيرة ذاتية وبتكتب فيها حاجات كتير مش حقيقية زي انها عندها خبرات في الشغل في مؤسسات كبيرة وبيكون مخططة مع فريد ان ريتشارد رئيس الشركة لما يقابلها فيخلوها تعمل كل حاجة لصالحهم لحد ما يوقعوا ريتشارد وتمسك ديبرا الشركة مكانه فاللحظة دي بيتسيبهم كاتي عشان تدخل لريتشارد رئيس الشركة وقبل ما توصل مكتبه بيقابلها بني اللي خرجها من الحفرة فبتستغرب كاتي انهم تقابلوا تاني وبتقولوا انه بيلحقها فبيفهمها انه بيشتغل في توزيع البريد للشركة وانه عشان بيعدي على موقع الانشاء كل يوم بيخلوه يلبزي العمال عشان يكون في امان وبيسألها بني عن سعب توترها فبتقولوا انه عندها مقابلة شغل من رئيس الشركة وساعتها بيبدأ بني يديها نصايح واهم حاجة فيهم انها متتوترش وهي بتتكلم معاه وتكون وثقة في نفسها فبتسيبوا كاتي وتدخل لريتشارد اللي بيضطر يوافق عليها لانه مضغوط في الشغل ومحتاج سكرترا في اسرع وقت تخرج كاتي من عنده وهي فرحانة ومش مصدقة نفسها وبترجع تحكي لهايلي وبيتكلمها جدها وما بترداش تقولوا انها سابت بيلي عشان ما يزعلش وبتطمنوا انها لقت وظيفة وهتستقر في نيويورك وتاني يوم بيتوصل للشركة بدري وبتدخل مكتب ريتشارد عشان ترتبه ولما بيوصلوا بيشوفوا وبيلاقشوا الملفات محتوطة على المكتب فبتقولوا كاتي انها رتبتهم حسب ألوانهم فبتعصب عليها وبيطلبوا منها ترجع كل حاجة زي ما كانت وتحطوا كل الملفات على المكتب وبعدها بتسمعوا بيتكلم مع عميل مهم وبيعرف انه مش هيجي يوقع معاهم مصطفقة لانه انفصل عن زوجته اللي سبيت له بنته الصغيرة وانه ما عندوش وقت يعود معاهم فبتقترح كاتي على مديرها انهم يستغلوا الموقف ويعملوا حفلة للبنت وهناك يمضوا العقود وبتقولوا انها هتنظم الحفلة دي بنفسها وبتطلب من باني انه يساعدها في التجهيزات ويوم الحفلة الطفلة بتكون مبسوطة جدا لحد ما بتعرف ديبرا بالموضوع وبتبعت فريدي للحفلة عشان يبوز كل حاجة وبيشرب الأطفال كحوله وبيديهم ألعاب نارية ومفرقعات والحفلة بتبوز وبيتعصى بالعميل بتاعهم وبيقرر انه يلغي الصفقة وما يمضيش معيهم وقتها بيكون ريتشارد غضبان جدا وبيقبلش اعتزار كاتي وبيرفدها من الوظيفة بتاعتها لانها خسرت الشركة عميل مهم وبالليل بتتكلم كاتي مع بني وبتحكي له اللي حصل لها فبينصحها انها ما تستسلمش وتروح تانيه عشان تستعيد وظيفتها وبيطلب منها انها تكون وثقة من نفسها وتصر على موقفها لحد ما ريتشارد يوافق وفعلا بتسمع كاتي كلامه وبتروح الصبح وبتتكلم مع ريتشارد وبتقوله انها ما كيتش قصدها تغلط الغلطة دي وانها تستحق فرصة تانية عشان تثبيت نفسها فبيقولها انه هيتطلب لها الأمن يجي خرجها بر وساعتها بتمنعه وبتستعطفه وبتقوله انه اكيد غلت كتير في بداية حياته وكان محتاج فرصة جديدة فبتصعب عليه وبيقولها انه هيتديها فرصة أخيرة وبيديها ملف العملة من نرويج وبيقولها انهم جايين يزوروهم وهي اللي هتستقبلهم بما انها بتتكلم اللغة بتاعتهم بطلاق زي ما كان مكتوب في الملف بتاعها فبتتوتر كاتي وبتروح تقول لديبرا اللي بتطمنها وبتوعدها انها تساعدها وتاني يوم بيوصلوا لعملاء نرويجين وبتلبس كاتي سماعة وبيتواصل فريدي معاها وبيقولها عالكلام اللي تقولوا ليهم لكنها بتكتشف انه قاصد يقول لها حاجات غلط لما بتلاقي العملاء بيشتموها واللي بينقذها كالعادة هو بني وبيخرجها من الموقف ده وبيعزمهم في مكان وبيقضوا وقت حل وبيقرروا انهم يمضوا العقود وتاني يوم بيكون ريتشارد فرحان جدا وبيشكر كاتي وبيبدأ يثق فيها وبيقرر انه يحكي لها عن أهم صفقة في تاريخ الشركة وبيقول لها انه استبعد ديبرا منها وبيديها الملف وبيقول لها انه سري مش عايز حد يعرف عنه حاجة والليل بيروح لها بين البيت وبيسهروا وبياكلوا ويرقصوا مع بعض وبتتفاجئ كاتي بجدها اللي جاي يشوفها لانها ما بتردش على تليفونه فبتضطر يتكذب عليه وبتقوله انه بيني السباك اللي جاي يصلح لها حاجات ولما بيسألها جدها عن حبيبها بيلي بتقوله انه مسافر في شغل وساعتها بيعرف بيني انها مخطوبة وكان بتكذب عليه وبيتضيق وبيسيبها وبيمشي فبتخرج وراه وبتفاهموا انها ما قدرتش تصالح جدها بالحقيقة وانها انفصلت عن خطبها من زمان لكنها بيصدقهاش وبيمشي وتاني يوم بتروح كاتي وبتعرف ان فيه اجتماع طارق لمجلس الإدارة وان ديبرا ضحكت عليها واخدت منها الملف ووقعت ريتشارد في المشكلة فقرر انه يستقل بناء على طلب مجلس إدارة الشركة وان ديبرا هتاخد مكانه ولما بتحاول تتكلم بتهددها ديبرا انها هي كمان هتحاسب لانها زورت الملف بتاعها وكتبت فيه معلومات مش حقيقة ومتدهاش فرصة انها تشرح اي حاجة فبتخرج كاتي وبتروح لريتشارد وبتعتذر له عن اللي حصل بسببها وبعدها بتروح لديبرا في مكتبها وبتكون متعصبة جدا وبتهددها انها تفضحها وتفضح كل خططها فبتساومها ديبرا بنفس الطريقة وبتقولها انها تاخد اجراءات ضدها هي ومديرها وابنه بني وقتها بتتفاجئ كاتي لما بتعرف ان بني ابن رئيس الشرك بتستغرب انه مقلهاش لما بترجع البيت بتلاقي بيلي خطبها الاولاني بيستنيها هناك وبيه جدها فجأة فبتمثل عليه وبتتكلم مع بيلي بشكل طبيعي عشان مايعرفش انهم منفصلين عن بعض وبيقرر جدها انهم يرجعوا كلهم لمدينتهم الصبح تاني يوم بيجهزوا حاجتهم وقبل ما يمشوا بيعتذر لها بيلي وبيحضونها وبيطلب منها تسمحوا وبيشوفهم بني من بعيد وبيتدايق وبيمشي وبيروح جدها يتكلم معاها وبيقولها انه عارف كل حاجة من بنت عمها واخيانة خاطبها ليها وانه كل اللي عايزوا انها تكون سعيدة وبيتفق معاها انه هيسيبها تكمل شغلها وهياخد بيلي ويمشي وبعدها بتروح كاتي تدور على بني وبتطلب منه يساعدها في مشاكل الشغل لكنه بيعتذر لها وبيرفضه ولما بتروح الشركة تاني يوم بتلاقيه موجود هناك فبتستغرب وتفكر انه جاي عشانها وبيحرجها وبيقولها انه جاي عشان يساعد بابا فبتسأله عن الساب اللي خلاه يكذب عليها وما يقولهاش الحقيقة وبيقولها بني انه كان عايز يستقله ويعتمد على نفسه وبيتفقوا مع بعض انهم يعودوا مع العملاء اللي جايين يزوروهم ويجيبوا عملاء مزيفين لديبرا وبتتفق كاتي مع هايلي انها تجيب لها ممثلين عشان تكسب وقت مع العملاء الحقيين تقناعهم بمشروعها وفعلا بيعجبوا افكارها وفي الوقت ده بتقدر ديبرا انها تكشف اللي معاها لما بتشك فيهم وفي اثرتهم الغريبة وبتروح للمكتب اللي فيه كاتي وبيني بيكون متعصبة جدا ولما بتعرف ان العملاء عايزين يشتغلوا مع ريتشارد وابنه بتكسر المجسم بتاع المشروع وبييجي الامن وبياخدها وبيرجع ريتشارد رئيس شركة مرة تانية وبيوشكر كاتي على اللي عملته وبيقول لها انه هيسدد كل الديون اللي على مخزن جدها كمكافأة لها ولما بتمشي بيروح وراها بني لما بيعرف انها سابت خطبها وبيلاحقها بالعجلة بتاعته لكن بيقع في نفس الحفرة اللي كاتي وقعت فيها اول مرة ولما بتشوفه بتنزل من العربية بتروح تنقذه وبيعترفوا لبعض بحبهم وبتقرر انها تكمل حياتها معايا للأبد الفيديو ده كتابته امان مهر وسجلته امال عقيل ومنتجه رمي سمير وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سليم